هناك العديد من الأشخاص الذين لا يؤمنون بوجود أرواح الراحلين أو الأشباح بصورة عامة وهناك أيضاً من يؤمنون بوجودها وإن كان معتقدك سواء كان إيمانك بها أو عدم إيمانك فعلم الماورائيات موجود ودراسة ظواهر ما وراء الطبيعة شائعة وراسخة فهناك خبراء في علوم الطاقة والموارائيات وجدوا أنه ليس لكي ترى شبحاً يجب أن يكون روحاً تشبه شخصاً راحلاً أو شخصاً يظهر على صورة إنسان راحل فقد تتخذ الأشباح أشكالاً كثيرة كبقعة ضوء أو شيء يظهر وسط الضباب أو ظل من الظلال يحاول لفت انتباهك رصد العلماء أغرب الأشكال والطرق التي يمكن أن تظهر بها ظلال الراحلين والتي ستسمع عنها للمرة الأولى في حياتك هذا المصطلح أطلقه الروحانيون وعلماء الخوارق والظواهر الطبيعية على نوع من الخوارق والظواهر غير الطبيعية وهو عبارة عن ضباب في أماكن المظلمة أو المهجورة أو الباردة يأدور بطريقة غريبة وإذا رأيت هذا الضباب الغريب أو صادفك مرة في حياتك فاعلم أنك تواجه ما أطلق عليه علماء الموارئيات الأشباح الهائمة البخارية والتي تتخذ من الضباب في تلك الأماكن ستاراً لها وتجد هذا الضباب في المدافن والأماكن التاريخية والغابات والأماكن المهجورة والتي تنخفض فيها درجات الحرارة هناك نوع آخر من الأشباح يسمى ظلال القمع ويظهر في البيوت التاريخية المبنية منذ زمن بعيد وما زالت موجودة حتى الآن وتوفي أكثر من شخص من أفراد العائلة في هذه المنازل وعلى مدار أجيال متعاقبة سميت بظلال القمع لأنها تظهر في أكثر الأماكن برودة في هذه المنازل وتتخذ شكل ضوء أبيض يرصدوا ببعض الكاميرات الخاصة برصد ما وراء الموارئيات أو رصد الأشياء الغريبة التي يستخدمها الأشخاص الباحثون عن الأشياء الخارقة فيرمزون إلى تلك الظلال بالبقعة البيضاء لكن هذه الظلال هي أشباح محببة ارتبطت بالمكان الذي عاشت فيه ولا تريد إيزاء أحد في الغالب تعتبر الأرواح الشريرة هي أكثر شيء مخيف في الميتافيزيقة أو الموارئيات فهي تجسيد قوي لروح صاخبة تتلاعب بكل الأشياء المادية التي حولها وتستطيع أن توصل من حولها إلى الجنون أو الانهيار النفسي وهي التي تتجسد عن طريق تحريك الكتب من على الأرفف أو هي تقوم بفتح صنابير المياه وافتعال ضوضاء في البيوت وكل هذه الأشياء تعتقد أنها في البداية صدفة ولكنها تقود إلى وجود روح خبيثة في المنزل تحاول لفت انتباهك والتلاعب بك وهذا أخطر نوع من الأرواح بعض العلماء فسروا هذه الروح بأنها لا علاقة لها بالجان أو الشياطين وإنما هي شكل من أشكال الطاقة يتجسد في هذه الصورة لكن تبقى هناك حالات رصدت أرواحا خبيثة جعلت سكان البيوت يهجرونها وفي كل أنحاء العالم بل وهناك بيوت مغلقة سكنتها الأرواح الخبيثة ولا يجرؤ أحد على الدخول إليها على مدار سنوات طويلة وسواء كنت تصدق في هذا أم لا استرجع شريط حياتك فلعلك رأيت يوما شيئا غريبا وسط ضباب الصباح أو سمعت صوتا لشيء يتحرك وأنت وحدك في المنزل أو لمحتبق عضوء غريبة لم تجد لها تفسيرا في أرضية منزلك سنتركك تجيب على تلك الأسئلة